بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نخبتنا الثقافية حديثنا الليلة عن الشباب الآمال والطموحات والواقع حاولت أن احترت في مقدمة أجعلها لبداية الموضوع عن الشباب جميعنا قرأ وعاش وسمع وشاهد عن أهمية الشباب ومرحلة الشباب وتخطيط الدول للشباب فحاولت أن آتي بأمر لعله يختلف عن المألوف وبعت كلمة الشباب في محرك البحث لأعرف خلال أسبوع تقريباً ماذا قيل عن الشباب في عالم الصحافة الشيخ المطلق الاهتمام بقضايا الشباب ضروري لتصل صورة إيجابية عن الإسلام أمير الباحة تبني الآليات الفعالة لتوظيف الشباب في القطاع الخاص حملة لتحفيز حملة لتحفيز الشباب والفتيات على رصد الاكتشافات العلمية نائب أمير الجوف استقبل أمين مجلس الشباب واللجان الفرعية والنسائية منشآت تطلق تدريب وتأهيل الشباب بالريادة والأعمال نائب أمير جازان يناقش أدوار الأندية الرياضية في توجيه الشباب وأيضا من الأخبار ندوة تؤكد استغلال داعش للمعتقدات المتطرفة في اجتذاب الشباب هذه العناوين الإعلامية المختصرة جدا وهي لمحة سريعة تؤكد بما لا يجعل مجالا للشك اهتمام الدول والمجتمعات بفئة الشباب والمملكة العربية السعودية أولت وجعلت مرحلة الشباب والاهتمام بالشباب في التعليم وفي القطاع التوظيف وفي ريادة الأعمال وفي الابتكارات جعلت لذلك النصيب الأكبر ورؤية المملكة العربية السعودية قائمة بالشباب وعلى الشباب وبرامجها كلها موجهة للشباب حديثنا عن الشباب ستحدثنا عنه الدكتورة أمل بنت جميل فطاني والتي قالت لي بأنها ثلاثين سنة تقريبا وهي تبحث عن مشاكل الشباب وتطلعات الشباب وحلول الشباب وريادة الشباب فلا شك أن الحديث سيكون حديث المختص طبعا ضيفتنا وعضوتنا ورائدتنا الدكتورة أمل فطاني هي من الرائدات في المملكة العربية السعودية في مجال التخصص مجال الطب مجال الأدوية مجال الصيدلة وكذلك باعها طويل في الإشراف على القطاعات النسائية في وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية في أكثر من مكان ومن منصب أيضا لها باع طويل في عضوية اللجان الشبابية ولجان حقوق الإنسان وأيضا لجان مكافحة المخدرات وكلها تصب في الشباب وأمور الشباب سأترك المجال لضيفتنا وأستاذتنا الدكتورة أمل فطاني تحدثنا عن الشباب بحديث كما أسلفت حديث المختص الذي حتما سيكون عنوانه الأبرز الجمال والخبرة تفضلي دكتورة الله أعطيك العافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه ليلة بالنسبة لي فريدة فهم النخبة أمامي يستمعون إلي وبإذن الله تعالى تكون جلسة حوارية مفتوحة ثقافية علمية مع النخبة أتعلم منكم بإذن الله تعالى لماذا موضوع الشباب وما أهمية موضوع الشباب ولماذا نصر ونؤكد على ضرورة الاهتمام بهذه الفئة لعلني أبدأ بماذا أعني بكلمة الشباب عندما أتحدث عن الشباب فأنا أتحدث عن الشاب والشابة أتحدث عن من هم قادة المستقبل كما كنا نحن في وقت ما شباب ومن المزايا التي حضيت بها من الله سبحانه وتعالى أني والحمد الله قضيت عمري وأنا في وسط الشباب والشابات سواء في فترة عملي في الجامعة الملك سعود فترة عملي في عمادة التسعة كليات الصحية والعلمية في وزارة التعليم العالي في حقوق الإنسان في المركز النسائي مع خطاعات الدولة المختلفة ووجدت أن هناك مفهوم مختلف عند كل جهة عن كيف نساند الشباب وما هو تطلعاتنا اتجاههم وما هي تطلعاتهم هم اتجاهنا نحن ما كان يصلح في الخمسينات قد لا يصلح في الستينات سبعينات في الألفية في الألفيتين كل جيل وله متطلباته كانت الأجيال السابقة أسهل متطلباتها أسهل إمكاناتها أسهل والخطوط واضحة وغير مبهمة كلما تقدم فينا الزمن كلما واجهنا التقنيات الحديثة بما لها من مزايا وما لها من مساوئ كلما وجدنا فئة الشباب في وضع لا يفسدون عليه هم مطالبون من آبائهم ومن قبل ذلك آبائهم كانوا مطالبون من أجدادهم ولكن لم تكن التحديات التي أمامنا أو أجدادنا مثل ما يواجهونه اليوم شبابنا فلو نظرنا بداية إلى سهولة التواصل في أنحاء العالم نحن الآن كان جل اهتمام الأسرة بهذا الشاب أو الشابة المدرسة كانت معروفة القرية أو المدينة أو البلدة سهل على الجميع التواصل المؤثرات الخارجية كانت محدودة بشكل أكبر ماذا نفعل لتهيئة شباب بضغطة واحدة يستطيع أن يتعلم الصالح والطالح كيف نعلم شباب وشابات مهارات لا نعرف ما هي لمستقبل لا ندرك ما هو لتخصصات الله أعلم إلى أين تتجه بهنا نحن نتكلم عن عصر جديد التقنيات تتطور فيه بالسنين وليست بعشرات السنوات نحن نتكلم على في الوقت الذي سوف تتخرج فيه الدفع التي حالياً في الجامعات وحتى المدارس قد تكون دنيا أخرى التي يتخرجون منها نحن نتكلم عن البلوكتشين نتكلم على الارتفيشل انتليجنس نتكلم على اوغمينتد رياليتي نتكلم عن الصناعة الرابعة الثورة الصناعية الرابعة والإنترنت الأشياء فكيف نستطيع أن نحمي وكيف نستطيع أن نهيئ وكيف نستطيع أن نساند هؤلاء الشباب ما يخيفني بشكل أكبر ولعل عملي في حقوق الإنسان وعملي مع المخدرات وضع في هذا الجانب الحذر كيف أستطيع أن أحمي هؤلاء الشباب والشابات من مغبت من يقوم بالتلاعب بأفكارهم والإقلاعب تحت مظلة الحرية وتحت مظلة السعادة وتحت مظلة التمتع بأن لا يكون هذا يتعدى الخط الأحمر وفي نفس الوقت نعم أخي يحيى التقنيات الحديثة على قدر ما أنها هي المفتاح لمستقبل واعد على قدر ما أنها أداة قد يساء استخدامها سلاح ذو حدين فأنا مع تعليم الشباب التقنيات الحديثة أنا مع إعطائهم الفرصة للاستفادة من الخبرات العالمية سواء عن طريق الإنترنت أو سواء عن طريق السفر والدراسة في الخارج فهذه كلها تسقل الشخصية ولكن الأهم من هذا وذاك ما هي القاعدة المتينة الأخلاقية الدينية الأسرية المجتمعية التي نزرعها في هذا الشاب أو تلك الشابة لنضمن أن التيارات المعادية سواء التيارات تدعوهم إلى الانخراط في الإرهاب أو التيارات التي تدعوهم الانخراط في المخدرات أو التيارات التي تدعوهم إلى ارتكاب الأخطاء هذه كلها لا تؤثر لأن الطين الأساسية والقاعدة الأساسية المتينة موجودة هل الأسرة هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن بناء هذه القاعدة؟ لا طبعا هل هي المدرسة أو الجامعة؟ هل هي المجتمع؟ هل هي الأصدقاء والأقرام؟ هي كل ما ذكر هل هي التوعية العامة من الدولة في المصادر التي هم يتعايشون معها بشكل كبير؟ إنترنت اليوتيوب الإنستغرام الفيسبوك نعم فلا نكون مثل النعامة نخبئ رأسنا في التراب ونقول المفترض نواجه ما يواجهونه نتحدث معهم عن ما يواجهونه ونناقش معهم ما يواجهونه لأن إذا كان لم يجد من ينصط إليه في المنزل ولم يجد من ينصط إليه في الجامعة أو في المدرسة فهو بطبيعة الحال سوف يجد من ينصط إليه في هذا البحر العائم الإنترنت بكل ما فيه من طيب وخبيث هل الجامعات الآن تؤهل شبابنا للثورة الصناعية الرابعة وهل جامعاتنا تهيئنا للثورة الصناعية الخامسة التي حتى لا ندرك ما هي نحن الآن نتكلم على موضوع بسيط الروباتيكس مثلا الأوتوميشن هل ستحل الوظائف الموجودة حاليا في زمن ما كانت هناك أحصنة وكانت هناك صناعات كاملة تتبع هذا ثم جاءت السيارة وأصبحت هناك صناعات تتبع ذلك ثم غدا الصاروخ القمر المريخ وصناعات تتبع ذلك كانت المصانع بشر يعملون الآن أصبحت آلات يعملون إذن ما هو دور البشر وكيف نستطيع أن نقفز على المركبة القادمة قبل أن نندفن مع المركبة أو التوجه القديم نحن نتغنى كثيرا بالشباب وكما ذكر أخي الزميل يحيى مناسبات للشباب هنا ومناسبات للشباب هناك هذه كلها مفيدة بطبيعة الحال ولكن لي وجهة نظر في أن يكون هناك منهاج واضح يكون هناك ورش عمل أغلب من فيها الشباب هم أصحاب الشأن هم يدركون علينا أن نثق بهم أكثر علينا أن نعلم أن بإمكاناتهم الهائلة التي يستطيعون أن يصلون إليها فقط عن طريق الإنترنت الدورات التدريبية والآن هذه الطاقة كلها شباب درس في أحسن جامعات داخل المملكة وخارجها شباب يستطيع أن يصل إلى المعلومة بشكل سريع جدا ولكن هؤلاء الشباب بحاجة إلى من يأخذ يدهم لخلق وأستخدم كلمة خلق الوظائف دولة كلها تتجه نحو الخصخصة لمعنى أنه لا يصلح أن يكون سبعين بالمئة من الدولة يعملون في القطاع الحكومي ولابد من أن هناك قطاعات خاصة قطاعات قطاع مثلا حتى القطاع الثالث لا بد أن يكون هناك آليات لتشجيع الشباب على الانخراط في القطاع الخاص الانخراط في ريادة الأعمال استخدام ذكاءهم استخدام ما تعلموه في الجامعات استخدام ما تعلموه بأنفسهم ليلحقوا بركب العالمي بالخبرات العالمية بالتوجهات العالمية أو حتى يقودوه بأنفسهم في زمن من الأزمان نحن قدنا والآن نقاد أما آن لهذا الجيل الشاب الجديد أن يعود بنا إلى المقدمة ما هو المفتاح المفتاح هو التمكين المفتاح هو الاقتناع بهم المفتاح هو البيئة الجاذبة البيئة المساندة البيئة الراعية لأن إذا لم نرعاهم نحن غيرنا سيرعاهم نحن الآن لو نظرنا إلى قطاع ريادة الأعمال Entrepreneurship ونظرنا إلى الدور الذي تقوم فيه اللي هو الأسميز Small and Medium Enterprises في بناء المجتمعات وفي الإبداعات نحن لا بد أن نهيئ هذه البيئة هناك طبعا قطاعات بدأت في ذلك وهناك توجه رائع في تغيير منظومة التفكير في العمل من القطاع الحكومي القطاع الخاص إلى ريادة الأعمال هناك الآن هيئات ومؤسسات توفر المبالغ المالية هناك هيئات ومؤسسات توفر الخبرة العملية ولكن هل من مزيد النقطة الأخرى التي نخفل عنها والمجتمع لم يساعد فيها هو ما هي نسبة الشباب التي ينخرطنا في التعليم الجامعي والتعليم العالي لو نظرنا إلى البلدان المتقدمة نجد أنها لا تتعدى 50% في بعض الأحيان لأن الحاجة إلى الكليات التقنية الكليات العملية توزيع الأعمال على جميع مستوياته هو المطلب وأصبح الآن من المهم بمكان أن نتوزع ليس فقط في التخصصات الجامعية ولكن في التخصصات العملية والتخصصات التقنية من ناحية أيضا أخرى لا بد أن نفكر بمنظور التقدم الهائل في المعلوماتية كيف نستطيع أن نستفيد من شبابنا في المعلوماتية وفي تحليل المعلومات وفي الاستفادة من ذلك في تقنين استهلاكنا في تقنين أعمالنا في تقنين كل ما نقوم به كيف نستطيع أن نستفيد منها في جعل هذه الوظائف مدرة للمال وليست فقط تدفع رواتي كيف أعلم الشاب أو الشابة أن ينظر إلى ما يقوم به ثم يضيف إليه أفكاره ثم يحولها إلى تجارة رابحة كيف أستطيع أن أعلم الشاب أو الشابة أن تداخل التخصصات هو المطلوب على سبيل المثال القطع أو الأرجل الصناعية أجزاء الجسم المختلفة القلب الصناعي سواء باستخدام 3D أو باستخدام الوسائل الأخرى تحتاج فيها إلى تخصص هندسة مع تخصص طبي مع تخصص اجتماعي يجلسنا مع بعض ويقررون كيف أستطيع أن أقوم بمثلا تركيب رجل صناعية برسمها بالأبعاد الثلاثية بإحضار من يرعى نفسيا هذا المريض وهكذا فالإنتردسيبنري ملتي ديسيبنري تداخل التخصصات في الجامعة بعد الجامعة التعليم مدى الحياة كلها أمور لا بد أن ننظر إليها وبشكل عاجل لماذا بشكل عاجل؟ لأن الزمن يتخدم ولا ينتظر أحد والعالم من حولنا للأسف على جمرة من نار ونحن بحاجة إلى تهيئة جيل مثقف متعلم محمي من الأهوال التي حوله محمي من الانخراط فيما لا يحمد عقباه وقد يكون الإرهاب والمخدرات من أوسعها وفي نفس الوقت نريد أن نكون من هذا الشاب مثل ما قادوا آباؤه ومثل ما قادوا أجداده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أين هو هذا الشاب وأين هي هذه الشابة وكيف نستطيع أن لا ننشغل بذوافه الأمور وأن نكون نحن بنات المجتمعات وما هو دورنا نحن كالجيل السابق في احتضان هذه الفئة ما هي دور الشركات في أن لا تتخلى عن الحكمة والخبرة الموجودة في الجيل السابق ومع احترامي الشديد للجيل الحالي تمازج الخبرة القديمة مع العلم الحديث هو مفتاح التقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وعدت الأخي يحيى أن تكون نصف ساعة وهذه هي النصف ساعة شكرا دكتورة أمل فطاني على هذا الحديث والذي كنت على يقين تام بأنه سيكون حديث المختص والمنطلق من واقع خبرة من أبحاث علمية دراسات متخصصة إلمام تام بنهج الدولة المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة في رسم ملامح الشباب وريادتهم للأعمال وقيادتهم لوطنهم ورفعته عاليا في كل المجالات العلمية والعملية والرياضية الاقتصادية التعليمية الثقافية الفنية كل مجالات الحياة هناك خطط وبرامج تجعل من الشاب السعودي يقف فيها على رأس الإبداع ومنطلق نحو التمتع بالقدرات العقلية والتأحيل العلمي الشباب يهمنا كثيرا نحن المسلمين بهم قوام حفظ الدين وأيضا طهر الشباب وبراءة الشباب وعنفوان الشباب كلها جعل لها الإسلام الشرائع والأحكام وأيضا المنهج السليم للاستفادة من طاقات الشباب في بنيان وفي قيام عمارة الأرض شكرا دكتورة مرة ومرات ويعجز اللسان عن شكرك على هذه الإطلالة الجميلة المتخصصة عن الشباب جمعت فيها خبرتك اطلاعك على منهج الدولة وخطط الدولة وبرامج الدولة برامج القطاع الخاص برامج الجهات والمؤسسات الحكومية أيضا لا نقفل عن دور الجمعيات كل هذه الجهود تصب في مصلحة الشباب وفي جعله رقم واحد في العملية التي بها نهضة الوطن نفتح الآن الباب للمداخلات والإثراء والذي سيأتي به كل جديد من خلال نخبتنا المباركة سعد الله ومساءكم شكرا أخي يحيى سؤالي موجه إلى سعادة دكتورة عمل أولا شكرا على هذا العلم وهذا الإثراء وهذه الرؤية المستقبلية التي تعتبر ناضجة فعلا ورؤية على العلم والفكر الجميل جدا ذكرت الجامعات دكتور أمل هل تعتقدين أن جامعاتنا قادرة على تحويل فكر الشباب إلى ما ذكرتي وحقيقة لدينا جامعات ناشئة كثيرة نقف أمامها كثيرا هل تعتقدين أيضا أن يكون لها دور في هذا بداية شكرا على ما ذكرت أخي يحيى صراحة كلام جميل واستفدت إنه شخصيا سعادة الدكتور محمد العجلاني أشكرك على مداخلتك سعادة الزميل أيضا سعادة الزميل الأخ مجدي أيضا أشكرك على مداخلتك وسوف ألخص رأيي في كل الموضوع لا يوجد أمام الجامعات حل لابد أن يكون هناك وقفة تبدأ من الأعلى ومن الأسفل تبدأ من وزارة التعليم تبدأ من الجامعة تبدأ من المدرسة إذا لم نتمكن نحن من تطوير آليات التعلم من آليات التدبر خلط الدين والدنيا والعلم والمعرفة فنحن من سيدفع الثمن الجامعات عليها أهم نقطة الاستماع إلى هذه الشاب أو الشابة الاستفادة من قدرات هذه الشاب والشابة وهنا يكمن الامتماء إذا أنا أحسست أن لي دور إذا أنا أحسست أن هناك من يقدرني ومن يستمع إلي ومن يعطيني الفرصة لأبدع لماذا أهرب لماذا لأنتمي لماذا أغادر لماذا أبحث عن البديل إذا أنا أعطيت الفرصة للبناء وعطيت الفرصة لإظهار مواهبي الدولة هي المستفيدة الجامعة هي المستفيدة المدرسة هي المستفيدة نقطة البداية اقتناعنا نحن أن لكل عصر رجالاته ولا يوجد لدينا أي عذر إذا كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أطال الله في عمره أدرك أنه سبعين بالمئة من شعب وشباب دون سن الثلاثين فوضع شابا على قمة الهرم وضع شابا مسؤول عن رؤية عشرين ثلاثين فالأولى بنا كجامعات والأولى بنا كمجتمع والأولى بنا نحن كالجيل السابق أن نأخذ بيد هؤلاء الشباب وأن نعين ونعاون نعطيهم خبرتنا ونكتسب منهم التقنيات الحديثة التي هم حقيقة أتقنوها أكثر منا أهلين أهلين وسهلين فيك دكتور أم الفطاني سمعت تعليقك جميل جدا وفعلا بخصوص أنا مداخلتي لو أتكلم عن كيف نغير أو كيف نوجه شبابنا لتوجهات أكثر إبداعية في حل المشكلات توجهات تكون يعني الخلفيتهم العلمية متنوعة أعتقد إنه إذا نبغى نوجههم هذا التوجه أول حاجة نحتاج أن نضع الأساس في المجتمع والأساس في المجتمع هو الوعي وقبل تهيئة الأجيال الجديدة لتقبل هذا الفكر الجديد علينا أولا تهيئة الأجيال القديمة لتقبل التغيير فمثلا إحنا الأجيال الجديدة عندنا وبالأصح أجيالنا إحنا اللي عدت إحنا مقولبين في قالب اجتماعي معين نوعا ما لا يميل إلى التفردية لا يميل إليه يعني زي ما تقدروا تقولوا إنه فيه ستاندرد اجتماعية معينة لازم نمشي عليها عشان نصل لمعنى الإنجاز بمفهوم المجتمع وأي أحد يخرج من هذه ستاندرد غالبا المجتمع ينظر له أو من هذه المعايير ستاندرد له المعايير من هذه المعايير أو ما يكملها بطريقة كاملة غالبا المجتمع ينظر إليه بنظرة نقص بعض الشيء بالرغم بالرغم من أن قد يكون في معايير أخرى مكتمل أو بالأصح متميز جدا فأول حاجة أنا أشوفها علشان زي ما قلت لك نوجه الشباب يعني بعض أنهم يتخصصون في تخصصات متنوعة أكثر أو التخصصات اللي يكون فيها تخصصين في نفس التخصص مثلا تخصص طبي وتخصص هندسي في نفس التخصص أول حاجة لازم أنه هي المجتمع نفسه هذا الشيء فكيف مثلا كيف يعني ندعم نظرة التفرد هذه وكيف نغرسها في الآباء أول علشان هم اللي بيهيؤوا المجتمع الجديد يعني إذا كان الطفل أو الشاب يحاول أنه يبرز يبرز بطريقة إبداعية إبداعية لنفترض مثلا رسام غرافتي مثلا مراهق يحب يرسم الرسم الغرافتي في عائلة لا تدعم الرسم الغرافتي اللي هو رسم على الجدران مثلا بطريقة إبداعية فنانة زي ما نحن نشوف في كل دول العالم في لندن في إيطاليا في غيرها في مجتمع يرى أن هذا هذا النوع من الفن يعني هذا مشوه فإحنا بطريقة أو بأخرى نقتل هذا النوع من الإبداع شخص معين مثلا شاب معين يريد أن يبرع مثلا في لنفترض مع أنه في كثير يعني شباب يبرعون في هذا الشيء ولكن لنفترض أنه يريد أن يبرع في مجال الطبخ لنفترض مثلا ولو أنه هذا ما يعتبر مثال جيد لأنه في كثير لكن أنا أحاول أن أجيب لكم أمثلة تكون نوعا ما يعني في القديم ما كانت كثير مقبولة فقط للتقريب فقط للتقريب يعني فإذا كان المجتمع أساسا لا يمنع التفرد أو المجتمع لا يقبل التفرد فكيف إحنا نبغى أجيالنا الجديدة هي اللي تديره هي أجيال يعني يحتاجون دعم من الأجيال الكبار فسي ما قلت لك أنا أرى أنه الأفضل توجيه التوجيه الإعلامي والتوعوي والاجتماعي للأجيال القديمة بتقبل التغيير والإنفتاح وهذا الشيء الأول الشيء الثاني فتح مجال اللي هو الانتر ديستيبلانري ميجرز في الجامعات أنه يصير بإمكان الطالب أنه يتخصص كذا تخصص مثلا طالبة أدب إنجليزي المفروض أنها تقدر تخصص أدب إنجليزي وأدب فرنسي في نفس الوقت طالب مثلا بايولوجي يقدر يتخصص في كيميستري في نفس الوقت وهكذا يفتح أول شيء في الجامعات لما يفتح خلاص يصير أمر واقعي ويقدرون الناس يتقبلون هذا الشيء ونزيد من نسبة الإبداع نقطة ثالثة مهمة جدا في خصوص نظام البعثات نظام عظيم وما أحد يقدر يعني هذه من يعني لا نستطيع يعني إيفاء يعني شكرنا يعني لا لله أو لحكامنا بإنهم فتحوا هذا المجال للطلاب أو للمجتمع في الإبتعاث ولكن أرى أنه الخطة الجديدة في الإبتعاث أنه بخصوص تحديد التخصصات جدا خاصة للفتيات على الأقسام أو المجالات الطبية هذا نوعا ما حد شوية من حد قليلا من التوجه الإبداعي وللو ولو أنه في السابق كان مفتوح لكل جميع المجالات ولكن أرى أن الطلاب المتميزين جدا متميزين جدا تحدث فقط عن طلاب متميزين جدا يستحقون اختيار الأتخصصات التي يريدونها لأنهم هم أثبتوا جدارتهم فكل هذه الأشياء يعني لو ربطناها في بعض اللي هو توعية المجتمع مع توعية عفوا توعية المجتمع مع فتح المجال في الجامعات مع انفتاح أكثر في البرنامج الإبتعاث أحس أنه بيسوي يعني رح يكون حجر أساس قوي للتغيير أفضل ناحية الإبداعية في تعليمنا وشكرا لك أكدكتور أنا طبعا سوف ألخص ما كتبت نحن في نظري أنا نخاف زيادة عن اللزوم على موضوع تقبل المجتمع وقد ذكرت كتابة كان هناك عدم قبول من البداية سواء مدارس بنات سواء تلفاز سواء دش سواء ابتعاث كلها سواقة مرأة وضع شباب في مواقع قيادية كلها كان هناك خوف شديد من رد فعل المجتمع وفاجأة المجتمع الجميع وفاجأة الأسرة الجميع وتقبلها انطعض لم يفهم فهم وافق كما ذكرت التخصصات لابد وهذا بدأ الآن الجامعات الجديدة لابد ان يكون لها دور زي ما يقول تكرار نفس التخصصات بنفس الآلية القديمة في جميع جامعات المملكة هي ما سبب لدينا الآن زيادة نسبة البطالة لأن الخريجين أعداد مهولة والخبرات لا تتطور بالسرعة التي يتطور فيها سوق العمل وفي نفس الوقت المتطلبات للثورة الصناعية الرابعة تختلف عن الثورة التي قبلها والتي قبلها وبالتالي المخرجات سوق العمل سوق حيوي ويحتاج إلى دعم ويحتاج إلى قدرات لا بد أن يضع الشخص المناسب في المكان مناسب إذن لا بد أن أهيأ الشخص المناسب في المكان المناسب والجامعات الخاصة لها دور كبير لمرونتها أكثر من غيرها بالنسبة إلى تقنية العلاقات الإنسانية في بيئة العمل وبيئة الأسرة أو ما يطلق عليه الزميل أو الزميلة مسافة السلامة في العلاقات بين الشخص والآخر هنا نأتي إلى الاموشنال انتليجنس الذكاء العاطفي كيف أعرف متى أتقدم وكيف أعرف متى أتراجع كيف أعرف متى أحتضن وكيف أعرف متى أعطيه حريته وأعطيه مساحته خير الأمور الوسط وهذا ما تعلمناه في ديننا لا هذا يصلح ولا ذاك يصلح لا بد أن يكون نمسك شعرة معاوية ونبدأ في الشد والجذ حتى نستطيع أن نصل إلى كل بشخصيتي ما يصلح لأحد قد لا يصلح للآخر ولعل أهم كلمة عجبتني متى نلتمس الأعذار مع التجاوز أصل الحياة التماس الأعذار أصل الحياة تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك أصل الحياة أن تقدر ظرف الآخر وهذا ما يجعل التماسك والتمازج ويعطي الفرصة للكل أن ندرك أن لسنا كلنا أقوياء لسنا كلنا صفة معينة لسنا كلنا لسنا كلنا وأيد أيضا مبدأ إذا أنا أريد أن أثقف جيل جديد بطريقة تقليدية قديمة فأنا لم أثقفه إذا كان الجيل الجديد قدرة الاستيعاب أو قصيرة فلما لا أستخدم اللي هي كيف أجعله يعيش الطب قبل أن يصل إلى المريض بعالم افتراضي كيف أستطيع أن أخلق المبنى وأبنيه في عالم افتراضي كيف أستطيع أن أصنع ما أصنعه في عالم افتراضي حتى يعني كل من درب من طلع إلى القمر ناسة دربهم أول شي في عالم افتراضي الأطب يجربون في عالم افتراضي وهكذا لماذا لا يكون هذا هو معيارنا في طريقة التعلم والتدريب بيئة العمل جدا مهمة ولو نظرنا إلى كبرى الشركات أمازون جوجل وظرنا إلى الجو الانفتاح الألوان الساعات الحرة الإنجاز أهم من كم ساعة قضيت في الدوام المكافآت المستمرة الترويح خلق جو من يعني كسر الأبراج العازية بين المدير وبين العاملين القيادة بأن تكون أنت لست في المقدمة بل في وسط المجموعة البيئة نفسها تكون بيئة زي نقول environmental friendly كيف أستطيع أن حتى في المدارس حتى في الجامعات self-sufficiency أنا أستفيد من الطاقة الشمسية لمؤسستي وأعلم بالواقع كيف يكون كذلك في حياته المزرعات التي نستفيد منها الوجبات سواء في أثناء الدراسة أو أثناء العمل تكون من زراعة أهل العمل وأربابه وجود كما ذكرت طبيعة صور للطبيعة virtual reality طبيعة شاشة تحييلك بأنك في جزر أو فوق الجبال فترة للراحة الاعتماد التام على الانتاجية وليس ساعات الدوام أعتقد هو ما سوف يغير المنطلق والمفهوم للإنجاز والإبداع جزء من عملي كان في مركز نسائي في ألف إمرأة كان من الضروري بمكان أن نقوم باجتذابهم وضمان استمرارهم معنا وتقليل نسبة التسرب ومما كنتنا نقوم به على سبيل المثال التذيب والتطوير المستمر الكارير باثوي يعرفون إلى أين يستطيعون أن يصلون السكساشن بلان لن ما دام لك لن يدوم لغيرك إذا كان الكرسي دام لك فلن يدوم لغيرك فكيف أستطيع أن أجهز من سوف يأخذ كرسية في وجودي أنا البيئة مثلا كنا في كل أسبوع مناسبة سواء رسم سواء رياضة سواء شيء ثقافي شيء علمي شيء اجتماعي خدمة مجتمعية أبسط ما فيها كان في يوم اسمه gratitude day اشكر من حولك طوال اليوم كل بني آدم يذهب إلى زميل أو زميل تذهب إلى زميلتها إلى مديرتها وتقول لها شكرا شكرا على أشياء بسيطة نستطيع أن نقوم بها وجود غرفة رياضة وجود عيادة في نفس الموقع الموقع نفسه في حوله زمي يقول وسائل ترفيه وسائل إطعام تغيير جمعات مناسبات خارج العمل وداخل العمل كلها لها تأثير كبير جدا على إنتاجية الموظف هل الاحترام الأقل بسبب التطور أم بسبب الأهل هل هل الأهل تخلوا عن الدور التربية للخادمة للمدرسة للإخوان الآخرين لأي سبب كان هو سبب قلة الاحترام هنا تكمن أهمية التعليم المتطور ولكن الاهتمام الأكبر بالأخلاقيات الأخلاقيات فالأخلاقيات فالأخلاقيات ودور الأسرة في التربية وليست هناك أي وسيلة للاستعاضة من تربية الأسرة دكتور أمل ما شاء الله إثراء جميل ولا زلنا نطمع في الكثير من هذا العمق الثقافي القوي والعلمي المتفرد هل البيئة دكتور أمل الآن مواتية للتغيير أنا استمعت إلى المداخلات ولكن هل البيئة الآن مواتية لتغيير الشباب فعلا لتهيئتهم لمواكبة المستقبل العالمي ثورة قوية جدا في العلوم وفي التكنولوجيا وفي العلم هل بيئتنا حقيقة نقول هل بيئتنا فعلا أنا استمعت إلى الأستاذ إيمان وإلى دكتور مجدي ودكتور حناء لكن هل بيئتنا فعلا الآن مواتية هل مجتمعنا متقبل هل نحن فعلا مهيئين لذلك الآن لدينا رؤية والرؤية طموحة جدا ولكن التقبل لابد أن يحدث شئنا أم أبينا والتاريخ على مر العصور أثبت ذلك هناك مساندة من الحكومة لتغيير الفكر ولتقبل الرأي والرأي الآخر وللانضمام إلى الركب العالمي لأنه للأسف إذا لم تكن هناك فأنت لست هناك وهذا واقع الحياة اقتصاديا أكثر من أي شيء آخر شبابنا لم ينتظر أحد شبابنا الآن تراه على الإنترنت في معظم الأوقات شبابنا استفاد من المقرارات والدورات التدريبية التي على الإنترنت وبدون أي مقابل شبابنا والحمد لله دعمت الدولة فأرسلت 200 ألف شاب وشابة إلى كل أنحاء العالم وكما حدث في الخمسينات والستينات عندما آباءنا رجعوا من الابتعاث وبنوا المملكة العربية السعودية وكما حدث في الأربعينات في الخمسينات في الستينات في السبعينات وفي الثمانينات وإلى يومك هذا الدنيا أمامنا والدنيا أمامهم وكانت أمامنا وهي أمامهم الدولة ساندتنا وتساندهم وهم قادرين قادرون على إحداث التغيير وكما غير من قبلهم وسيغير من بعدهم هم جاهزون المجتمع سوف يتقبل ولا بد أن ننطلق لأن الماء الذي يجري على الجبال إن وجد أمامه مصد سوف يدور حول هذا المصد سوف يجد لنفسه طريق أهم شيء أن يكون هذا الطريق طريق جيد طريق مفيد وليس طريق سيء فإما أن نفتح له الأبواب للخير والعطاء والعمل والإبداع وإما أن ندفع نحن الثمن هو وافق الرأي تماما تماما مجالات العمل مطلوبة وتخصصات جديدة ولكن لا نتكل كليا على من يخلق لنا مجال العمل أين قدرة الشباب إلى خلق العمل أين قدرة الشباب على الاستفادة من كبار السن وخبراتهم أين هم من خلق بيئة عمل يستطيع أن يعملوا فيها مع المخضرمين في فتح أبواب جديدة بدايات الراجحي بدايات الزامل بدايات كل من هم الآن العليان كبرى الشركات بدأت بشاب قرر أن يفتح مجال عمل استفاد من خبرت من بعده من قبله وبنى الخبرة لمن بعده في دول العالم منذ الصغر الطالب يهيئ نفسيا أن يعمل أنا أتذكر كنت كتب الله لي أن أعيش أول عشر سنوات من عمري في أمريكا كان مطلوب مننا في الجرل سكاوبس أن نبيع بسكوت كان مطلوب مننا أن نبيع لمونيد وهذا وأنا لم أتجاوز السبع سنوات من عمري أو ثمانية سنوات أين قدرتنا نحن كأسرة أن نعطيه الخبرة العملية وأن يذهب مع الوالد إلى العمل أو الوالدة أين الخبرة العملية في أن يبيع لأصحابه أين الخبرة العملية في أن يتدرب في معمل في منجرة في أي شيء لماذا لازلنا ننتظر من المنظمات الحكومية أو الأهلية الربحية أو غير الربحية أن تعطينا نحن لماذا لا نحن نعطي لماذا نصر على أن أريد أن تفعل لي كذا وكذا لماذا لا أفعل أنا ذلك التدريب الأساسي مطلوب التدريب المتوسط التدريب النهائي التدريب على رأس العمل التدريب على الإنترنت استخدام ما هو متاح وضع بصمة حتى في الجامعة في المدرسة إحضار المادة وطلب من وإفادة الزملاء الآخرين كلها ممكنة كله ممكن والقطاع الخاص الآن بالعكس ومجال التدريب فيه كبير جدا ولكن يطلب مننا على قدر تدريبه تعمل بالتمانية تسعة عشر ساعات تدريب المنتهي بالتوظيف التطوع المنتهي بالتوظيف كل هذا مطلوب نصيحة للآباء والأمهات هي ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم علموهم لسبع أدبوهم لسبع أخوهم لسبع البناء الصحيح النقش في الصغر كالنقش على الحجر العلم والدين والأخلاقيات والمبادئ هذه أول سبع سنوات ثم من لم يخشى العواقب أساء الأدب لا بد أن يكون هناك نوع من الثواب وعلى قاب الخوف من الجنة والنار هذا خطأ يا ابني وهذه صح يا بنتي هذه السبع سنوات التي تليها بعد ذلك هي المؤاخى والتحدث وفهم الظروف التي يمر فيها وتقبله كما هو ومحاولة مساندته بحيث أن يستطيع أن يتعايش مع الجيل الذي هو فيه هذه نصيحتي للأباء ولما اتجاه الأبناء الخوف أو من العقاب جزء بسيط ولفترة معينة إلى عمر الأربعة عشر سنة بعد ذلك يقلب ضده إذا نحن قسونا على أبنائنا فهم سوف يقسون على أبنائهم ونسمع كثيرا عن ورأيت بعيني في السجون وفي مناطق كثيرة خلال عملي في حوق الإنسان الافتراء والقسوة الزايدة وما هي نتيجتها ولا أعتقد أنه حتى في الدين يدعو إلى الأخلاقيات الكلمة الطيبة صدقها عامل الناس كما تحب أن يعاملوك لنا في قصص الرسول صلى الله عليه وسلم وفي تعامله مع أبنائه وجعله حتى أحفاده يركبون على ظهره وهو يصلي خير دليل وخير إجابة على القسوة وما دورها في بناء جيل يقص على ما بعده العلم لوحده لا يصلح العمل لوحده لا يصلح الأخلاقيات لابد أن تكون ممزوجة في كل الاثنين لذلك وجدنا أن القرآن كله دين ودنيا هناك آيات كونية وهناك آيات تشريعية والمثقف مثقف فقط إذا استفاد غيره من ثقافته المثقف مثقف فقط إذا أعطى للمجتمع ما أخذه من المجتمع المهم في كل هذا الموضوع إذا أنا تعلمت علم وبقي عندي فهو علم ضائع إذا أنا تعلمت علم ووزعت على كل من حوله أصبح نظام الكاسكيد انجراف العلم تبحر توسعه استفادة المجتمع منه استفادة الدولة منه كل مبني على نرجع للنقطة الأصلية التربية فالتربية فالتربية ساعتها تصبح الشهادة وسيلة وتصبح الثقافة تأصل ويصبح إفادة من حولي من ثقافتي ومن علمي ومن قدراتي والأصل بسم الله الرحمن الرحيم في ختام هذه الأمسية الثقافية الجميلة الرائدة ثكرا وثقافة وطرحا ومستقبلا تفاؤلا وعطاء أتقدم باسم مجموعة النقطة الثقافية بجزيل الشكر والتقدير لسعادة الدكتورة أمل فطاني على ما تفضلت به وقدمت وأثرت وحفزت وأيضا فتحت الميادين وأبواب الأمل المشرعة في فئة الشباب بالسلوب العلمي وبالإلمام التام بخصائص المراحل العمرية لفئات الشباب والفتيات واقعنا جميل بخبراتنا الأصيلة من أمثال رائدات الوطن بنات المملكة العربية السعودية من أمثال الدكتورة أمل فطاني وبشبابنا وبمجتمعاتنا شكرا دكتورة كان لقاءا جميلا قدمت فيه معلومات غنية بغنى وجوهر ومعدن الشباب الذين كانوا هم محور الحديث وجل الاهتمام في هذه الليلة الثقافية المميزة شكرا لكل من شارك من الإخوان والأخوات وأثر بسؤال أو بمداخلة شكرا جميل متصل لكل من حضر واستمع لهذه الأمسية الثقافية يتجددوا بكم اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى في الأسبوع القادم حتى ذلك الموعد وذلك الزمن استودعكم الله الذي لا تضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعد الله وسائكم نخبة التميز ونخبة الفكر الحقيقة هي أمسية من أمسيات النخبة المتميزة دائما بعلمائها وأدبائها ومثقفيها ورجالها ونسائها المتميزون دائما والحقيقة الليلة ليلة متميزة فعلا بتميز قامة من قامات الوطن العربي والمملكة العربية السعودية يا أختنا الفاضلة سعى الدكتورة أمال فطاني وهي معروفة والحقيقة سعدنا كثيرا بهذه الأمسية العميقة القوية جدا طرح قوي جدا وأنا أسميها السهل الممتنع بأسلوب جميل جدا راقي جدا وسهل جدا يفهمه الجميع ويستوعبه الجميع أثرت ليلتنا هذه الليلة سعد الدكتورة أمال فطاني حقيقة الشكر قليل جدا في حق سعد الدكتورة أمال وطبعا نحن في صدد أن نكرم سعد الدكتورة أمال وللأسف الليلة شهادة الدكتورة أمال لم تكن جاهزة لأن الذي يعمل على هذه الشهادة لم يتجاوب معنا من الصباح ولكن إن شاء الله يوم غدا تكون جاهزة وتكرم هذه القامة بما تستحق وبما تستاهل وهي طبعا تكريمها وتكريم لنا قبل أن يكون تكريم لها الحقيقة أنا استفدت كثيرا جدا الليلة من سعد الدكتورة أمال ولا زال أخي وصديقي يحيى يدير أمسياتنا باكتدار بخبرات بعلم بثقافته المعهودة شكرا أخي يحيى شكرا النخبة الثقافية المتميزة بعلمائها وعدبائها ومثقفيها ورجالها ونسائها إنها ليلة من لا يالي النخبة المتميزة جدا شكرا لكم شكرا للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء خير جميعا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ندوة جميلة ومدوحلات أجمل لذيق الوقت بالنسبة لي لم أستطع المشاركة والنقاش ما شاء الله تبارك الله تستاهل دكتورة أمل ونسأل الله سبحانه وتعالى من ينفع بها وبعلمها وبثقافتها وبذريتها نسأل الله سبحانه وتعالى نسقنا وياها لإخلاص في القول والعمل والدعاء في السر والعليل والجحر تستحركوا الخير وبذلاجكة دكتور محمد وهذا ما تعودنا عليك وباقات وباقات ورثة ثقافية تحديها هنا وهنا